السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بحب أرحب فيكم اليوم افطارنا الثالث والعشرين من رمضان الحمد لله ما شاء الله مشه بسرعة ما حسنا فيه طبعا في عندي عزومة عزمين صاحبيتي وجوزها وأولادهم خلينا نشوف شو بدنا نحضر افطار لهذا اليوم طبعا قبل بيوم أنا كنت لف ورق دوالي مجهزيته مطربان لفيت وعندي كمان أكمن حبت كوسة بلدي برضو حشيتهم يعني رح أعمل كذا صنف يعني أطباك منوعة طبعا نفس الحشوة الورق حشيت الكوسة وطبعا أول شي علشان الورق طبعا بياخد وقت أول شي رح أطبك الورق رح أرفعه على النار بمجرد ما يغلى تكريبا ثلاث ساعة طبعا رح أخليه يستوي إبراحته ورق الدوالي ورق العنب الناس بحكوله بلبنان ورق العريش طبعا هون بلشت أصف بالورق رح أضمن إن الورق خلص خلصته وطبكته وأرفعه على النار صفيت هنا الورق طبعا ضفت عندي هون علبة من البندورة لمقطعة طبعا فيها شوية حموضة بتعطيها طعام طيب للورق فأضفتها وطبعا هلا رح أضيف شوية من دبس الرمان تقريبا مقدار معلقتين بيعطي طعام حموضة هون بلشت أضيف حبات الكوسة مرات بضيف الكوسة يعني فوق أول شي فوق اللحمة المرة هادفتهم على الوجه علشان بيأخذ وقت الورق والكوسة دايما بعروف إنه بيستوي قبل الورق فحطيتهم على الوجه رشة من زيت الزيتون طبعا هلا رشة ملح ورح أغمرهم بالمية وأرفعهم على النار هون رشيت شوية ملح كملت غمرتهم بالماء رح أحوق أوضع عليهم صحين أكبسهم هيك أضغطهم وأتركهم على النار طبعا اليوم كمان حبايبي رح تكون معنا فقرة جلي ورح نورجيكم ما وراء الكواليس طبعا بالمطبخ هلا بعد الورق طبعا هون بدي أعمل برياني عراقي طبعا رح نحضر نبهر اللحمة برضو اللحمة رح تأخذ معنا وقت كثير فهو بمشي دايما لما نبلش إنه نحضر الأشياء اللي بتأخذ وقت نجهزها ونحطها بالفرن أو نحطها على الغاز لأنه فيه بتكون معنا أشياء بسيطة خفيفة ما بتأخذ وقت كثير بالفرن هاي بنخليها للآخر بس أهم إشي نركن على الأشياء اللي بتأخذ مدة طويلة هون جبت حبتين من اللومي فتحتهم شلت البزر البزر اللمون اللي فيهم هذا إذا بنتركه مرات بيعطينا مرار فشلتوا أنا ودكيتهم بدي أعمل خلطة بهرات للبرياني ومع شوية من الفلفل الفرنجي أو الكبابة الصيني أكمن حبها دكيتهم طبعا رح أضيف عليهم كمان شوية بهرات مثل شوية كرفة فلفل أسود شوية من الهيل وطبعا العصفر رح نعملهم تتبيلة البهرات ونبهر اللحمة طبعا اللحمة زي ما شفتوا أنا غسلتها جبت عندي هاي الكمية ما شاء الله وغسلتها منيحي منيح وحطيت وركة زبدة بالصينية وضفت اللحمة عليها وهلا بدي أعمل خلطة البهرات أكملها أبهر اللحمة طبعا ونوضعها بالفرن اللحمة أول ساعة رح أحطها على درجة حرارة عالية 500 فهر نهاية طبعا في البلادنا العربية الدرجات بتختلف المهم حطوها على درجة عالية أول ساعة وبعد ساعة بتوطوها يعني على الوساط أو أقل من الوساط بشوي تستوي برحتها طبعا بتكون تحسبوا حساب رح تطول بالفرن إذا بتكون هاتستوي على نار هادية فبتكون تحسبوا حساب الوقت هون أنا ضفت البهرات طبعا البهرات رح أذكرها بصندوق الوصف ملاح ملاح وحب الهيل وزي ما حكت لكم كرفة معلومة اللي طحناه والكباب الصيني وضفوا لها كمان تكريبا ملعقة نعمة من الكرنفول أو نصف ملعقة بس ما تكثروا كرنفول لإنه بمرر وكمان رح أضيف هنا زيت الزيتون طبعا وعصرة بسيطة يمكن من الليمون ورح نبهر فيهم اللحمة وهي كانت عندنا تتبيلة اللحمة تتبيلة جدا رائعة ما شاء الله طعمها روائح البهرات اللي دكناها بالهون كثير كثير شهية طبعا ضفت هون ورق الغار لابد عن ورق الغار وطبعا هلا رح نعملهم شوية مساج بتتبيلة البهرات مع زيت الزيتون اللي عملناها طبعا رح أضفلهم كمان مقدار كوب من الميا وبعدين أحطهم بالفرن أتركهم يستوا على رحيتهم هذا الحقي كان الساعة يمكن وحدة لما حطيت اللحمة بالفرن كانت الساعة وحدة قبل الظهر ما كان لسه مأذن الظهر عندنا علشان بدي اللحمة تستوا برحتها يعني خلاص حطيها بالفرن ونسيها ما شاء الله حبيبي إذا وصلتوا لهون بالفيديو ما تنسوني باللايكات حطوا لي لايكات للفيديو لأنه فعلا نتعبت فيه يعني أي عزومة بعملها كثير كثير بتعب فيها قبل بيوم وثاني يوم بتأخذ وقت ومجهود وتعب طبعا وقفة كبيرة وتنظيف كمان ما ننسى طبعا في علينا كمان تنظيف خاصة لما بنكون عزمين ضيوفنا ضفلتهم تقريبا نكوب من الميا وهلأ قطيتها بورك الزبدة وبورك القصدير أو الفويل وخلاص رح أوضعها بالفرن طبعا أنا طبعا قبل ما أنام بعمل صحور لولادي أنا بوقل شي خفيف وبنام جوزي ولادي فيه منهم بيصهروا طبعا أكثر مني فبتجهز الصحور وبحطه على الكاونتر بحاول طبعا بناموا المجلة نظيف بس طبعا مع الصحور اللي بعمله والأشياء اللي بتطلعوا ولادي وجوزي طبعا صاحين طبعا فبصح الصبح بيكون فيه جليت بالمجلة فطبعا هون رح نعملكم فقرة جلي طبعا بيكون فيه الجلي اللي من أول طبعا أنا ضبيته وهنا جلينا الجليات لشان نكمل باكي الأصناف اللي رح نعملها طبعا أحلى الشي لما الواحد بيشتغل على نظافة وترتيب والجلي طبعا بيكركب إذا بدنا كل ما نعمل شغلة نخلي الجلي للشغلة البعديها والشغلة البعديها ونكركب الجلي فبيتكوم عنا جلي كثير 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 يعني جلي هائل فدايما احرسوا أي شي بتعملوا أي شي بيتوسخ من بعد ما تعملوا أو أي صنف طبعا إنكوا تجلوا الجليات هيك بيخفف علينا كمية الجلي وكمية الوقت وكمان هيك المطبخ بيكون نظيف وبتشتغلي أنت براحة نفسيا برواكة طبعا لما بيكون فيه أطباق وقسات وصواني وأشياء بنشتغل فيها وجطات من الأصناف اللي بنعملها دايما بيتكركب عنا فإذا بدنا نكومها لبعدين نجليهم مرة واحدة لا هذا الإشي بتاع ابنا وبعيك حركتنا كمان بالمطبخ طبعا هون زي ما شفتوني بلشت أجلي بالسحون بالطناجر هلا في ناس بيحكولوا شو عامل لنا فقرة جلي يعني هيك حبيت أعملكم تغيير معلش سامحوني وأجرب أعملكم فقرة جلي وفي كثير بيعملوها وحلو يعني مش مشكلة هيك بنغير جوي شوية بهالجليات طبعا أنا عندي جلاية طبعا الجلاية فيها جلي برضو وشغلتها حتى يعني العيلة الكبيرة سبحان الله يعني الجلاية حتى لو عنا جلاية دايما بيتكوم جلي اللي ما نجلي على إيدينا سبحان الله البيت اللي فيه ولاد ما شواء الله الحمد لله الله يطعمهم للجميع والعيلة الكبيرة دايما بيظل الواحد مشغول طبعا هون جلينا الجليات بننظف المجلة وهلا برواكة ونشتغل بالأصناف اللي بدنا نعملها الأصناف الثانية الأطباق الجانبية يعني بكل رواكة هيك جلينا جليات نشوفه الحمد لله خلاص المجلة مثل الثلج ونضيف وروقنا وهلا بدنا نشوف شو بدنا نعمل طبعا طبعا هذا الجلي طبعا بعد ما حطيت اللحمة بالفرن هاي أول جلية أعملتها يعني خلال اليوم فيه كمان طبعا فيه كمان جلية طبعا ما وراء الكواليس رح أورجيكم بعد الإفطار شو بصير كيف يكون حالة المطبخ الحمد لله يعني نضفنا المجلة طبعا بالمعلماء ما السحناه نضفنا الحوض دايما حرسوا بعد كل جليات نضفوا المجلة اللي هو الحوض همشي طبعا هلا بشو بدنا نعمل عندي فخيات جاج كنت بنضفيتهم منيح منيح هناك عيدهم بلمون وبخلوا يعني آخر رواكان فبدي أفتح معاكم بدي أخليهم من العدم ففي ناس يعني ما بحبوا أنهم يحشوا وراتي جاج سواء رز سواء لحمة أو خضرة بس ما بيعملوها كثير عندهم مشكلة أنه يعني كيف بدهم يخلوها أول شي فيك لما تجيب جاج من عند اللحام تطلب منه أن يخلي العدم في ناس طبعا أول شي اللحام لما بدي يخلي لك العدم طبعا رح يزيد في الأجرة رح تكون مضاعفة لأن هذا بيحسبوا حساب الوقت والشغل طبعا والتوفير عليك أنهم يعني أنك يخلو لك العدم منه فأنا دايما يعني كثير بجيب من عند اللحام بس للناس اللي يعني ما بيقدروا أو بيحبوا أنهم يعملوا هاي الأشياء بالبيت طبعا زي ما أنتوا شايفين هو هذا الفختاء أو الورق تاعد جاج طبعا فتحت اللحمة من فوق من عند المفصل طبعا هذه المنطقة بتكون كليتها أوطار اللي هي بتكون ماسكة اللحمة والعدم طبعا فبنحاول أن نشيلها زي ما أنتوا شايفين حاولت أشيل اللحمة من حوالين العدم وبعدين سحبت العدم زي ما أنتوا شفتونه كيف عملت هلا رح نعمل نفس الشي بالعدمة الثانية بنحاول أن نقطع هاي الأوطار شوي شوية اللي ما نخرب منظر الوريك اللي يضل زي ما هو ونفصل اللحمة عن العدم هاي العدمة المفصل شوية صعيب بتكون تنتبهولا وتشيلوا تحاولوا تشيلوا اللحمة بكل رواكة وأحسن يكون عندكم سكينة ماضية وتكون شوية رفيعة أنا السكينة هاي يعني بحب أشتغل فيها بس في ناس بشتغلوا بسكينة أرفع من هيك فبتحاولوا تفصلوا اللحمة عن العدم بهاي الطريقة وتشيلوا كل العدم اللي بالوريك تشيلوا كلها هلا فصلنا العدمة هلا ضل عنا هذا السدر الكطعة اللي شابكة بالظهر أو بالسدر فبنحاول بكل خفية نشيل شوية نسحب الجلد عنها بس ما نسحبها للآخر ونفصلها نقص هاي القطعة كل رواكة نفصلها عن العدم طبعا وهي يعني رح تأخذ شوية وقت بس إذا أخذت إيدكم عليها جدا سهلة طبعا هلا رح نقطع هاي القطعة اللي فيها عدم بهذا الشكل زي ما إنتوا شايفين بس بنتخلص لحد وين في عدم بنتخلص منه طبعا الكطعة هاي جدا مهمة هاي بنحتفل فيها ما بنكبها لإن في عليها لحم وفينا نبهرها ونشويها شوي وفينا كمان أطيب شي بتعمل شوربة خضار بالدجاج طبعا بعد ما فصلناها شبتوا كيف هلا رح أعمل معاكم كمان واحدة ثانية يعني للناس اللي ما استوعبوا أول واحدة يشوفوا كيف الثانية برضو رح أعمل نفس الشي زي ما عملنا بالفخدة الأولانية نفس الشي بنفصل اللحمة عن العدم بنسحب العدمة اللي بالترقف وبعدين بنشيلها بهذا الشكل يعني الموضوع جدا سهل مش صعب كثير بس يمكن أول واحدة أو ثاني واحدة للناس اللي أول مرة بيخلوا العدم عن الفخدة إنه مش شوية يستصعبوها وبعدها بتصير تأخذ إيدهم عليها وبصير الموضوع إنه سهل عندهم طبعا هلا هنا أخلينا العدم هدولا اللي في خادرة أححشيهم بنفس حشوة تلجاج المحشي اللي هو رز مع لحمة مفرومة فيكم تضيفوا مكسرات مثل الإسنوبر أنا ما ضفت للحشوة المرة هاي مكسرات عشان أولادي ما بيحبوا المكسرات بالرز كثير وبحبوا هاي الأكلة فما ضفت لها عملت الحشوة أنا وجهزتها ما بينات بالتصوير هون بعد ما أخليتهم طبعا هم منظفين وجهزين ما علي إلا إني أبهرهم طبعا رح أجيب البهرات اللي عندي وأضيفها طبعا بالنسبة للبهرات بتبهروها بالطريقة البهرات اللي بتحبوها ضفت هون ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة بيعطيهم طعم كثير طيب تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون مش متواجد عندكم زيت الزيتون ضيفوا زيت نباتي عصرت تقريبا لمونة ورح أضيف عليها بابريكا وملاع فلفل أسود بهارات مشكلة وبهار جاج وشوية من بهار الهيل طبعا ورح أتبلهم وبعديها رح أبلش أحشفيهم طبعا كانت لسه تقريبا الساعة ثنتين وقت الظهور فما رح أشويهم في الفترة هاي لإلنا لسه بدري الإفطار عندنا كان الساعة ثمانية واثنشر دقيقة فرح أتبلهم وأحشيهم أجهزهم أترك الثانية على جنهب لبينما أوضعها بالفرن طبعا رح أوضعها بالفرن قبل الإفطار بساعة ونص علشان تستوي وتكون لما أقدمها تكون معي سخنة طبعا هون بهرنا الوراق المخلية من العظم بخرناها وهلأ طبعا رح أجيب صانية أفرد فيها وركة عفوا رح على المفرمة حطيت وركة من الزبدة هون طبعا قبل التبهير أنا سبقت لكم الفقرة البهار بس هي قبل ما نبهرها بنجيب وركة الزبدة بنفضع عليها الوراق وبنفرضها بهاي الطريقة وبنغطيب كمان بنفس وركة الزبدة وبنبلش بمتركة خشبية خصوصي للمطبخ للحوم هيك بندكها شوية مشان تنفرد معانا وتكون يعني هيك مسهمدة تكون فلات اللي لما نوضع فيها الحشوة تسكر بكل سهولة زي ما أنتوا شايفين هيك عملتها جدا سهلة وطبعا حطيتهم بالسحل اللهم صلوا وسلم على سيد محمد طبعا هاي الفقرة المفروض ورجيتكم إياها بالفقرة قبل التبهير بس مش ما في أي إشكال طبعا بتعملوهم بالمطركة هيك بتعملوهم فلات طبعا والأحسن إننا نحط وركة زبدة مش متواجد عندكم وركة زبدة حطوا يعني هيك كيس بلاستيك يعني حطوا الوريك زي ما حطتوا على وركة الزبدة وتركوه طبعا هلا هون بدنا نبلش نحش فيهم رح أجيب صحين جوار غوية رح أوضع الوريك أو الفخدة بهذا الطريقة وأوضعها شوية مع لكتين من الحشوة ما تكثروا حشوة كثير ما بتاخد كثير حشوة ونسكرهم بهاي الطريقة مثل ما تسكروا الأوزي هاي أول وحدة طبعا هلا الثانية أو الثالثة رح أسكرهم بالأعواد الخشبية علشان هيك نضمن إن الرز ما يطلع ويكون شكلهم حلو ومرتبين وما يتمددوا معانا في الخبيز ولا أسهل من هيك جدا وصفة جدا لذيذة لذيذة جدا يعني في ناس كمان بيحكولوا هذا الطريقة أخوانا في مصر بيحكولوا الحمام الكذاب طبعا هون زي ما أنت شايفين سكرتم طبعا فيكم حشوة الرز الحشوة مثلا رز مع خضار رز باللحمة المفرومة والمكسرات فيكم حتى مثلا أنتكم تحشوهم بالخضار هيك تشوحوا شوية خضار تقطعوها قطعة صغيرة وتحشوهم طبعا بالنسبة للحشوة اللي أنتوا بتحبوه أو مثلا تحشوهم أجبان مع خضار مثلا أجبان مع سبانق مع بصل أخضار بيطلعوا كثير كثير طيبين طبعا هيك حشيتهم بالرز طبعا إحنا يعني أولادي بيحبوهم كثير بالرز فعملتهم أنا بحشوة الرز مع اللحمة وهنا سكرتم بالأعواد الخشبية ثبتهم علشان ما من تحت الرز ما يطلع شوفوا ما أحلاهم عن جد إنهم كيوت وطبق جدا جدا شاهية عملت هنا الكمية طبعا كان تسع أوراق أنا بحب دايما حتى لو مبهريتهم أي اللحمة أو الجاج لو مبهريتهم عاملة تتبيلة دايما كابل ما أغطي بالفويل أرش عليه رشة فلفل أسود ورشت كمان رشة بسيطة من الملح طبعا الفلفل أسود هو معروف إنه ملك لبهرات يعني ما في طبقة إلا بندخل فيها الفلفل الأسود جدا هو شاهي يعني مرات لو ما حطينا بهرات بس شوية ملح و شوية فلفل أسود خلاص بنكه الطبقة ويعني يعني الطبقة بتصير في عالم ثاني طبعا هون جهزتها وطرتها على جنيب حطيتها بالثلاجة بدي أعمل كمان البوريك التركي رح أحشي بسبانخ وجبنا الحشوة المفضلة عنا إحنا بسبانخ وجبنا رح أعملهم من ورق الكلاج ورق البكلاوة عندي ثلاث أنواع جديدة منهم رح أستخدمهم مع الثبانخ جبنة المزاريلا والجبنة البيضة النابلسية والجبنة الفيتا رح أمزج هذولا الثلاث أجبان وأضيف عليهم السبانخ عندي كيس سبانخ مفرز رح أضيفه عليهم طبعا كنت مطلعتها من الفريزة مشان شوية يفيق علشان أعرف أخلطهم وهاي الجبنة النابلسية برضو فتفتتها بهاي الطريقة وهلا رح أوضع شوية من الجبنة الفيتا جدا جدا جبنة الفيتا بتغير الطعام يعني إلى 100 درجة وضعت شوية منها مش كثير لأنها هي مالحة طبعا رح أخلط الأجبان وهلا أضيف عليهم طبعا أخلطهم مع السبانخ ورح أضيف عليهم رشة فلفل أسود ورشة بسيطة من الزيت وأخلطهم مع بعض وهيك بتصير الحشوة عندنا جاهزة طبعا هذا الطبق جانبي بيتقدم أو من المقبلات كثير كثير طيب طبعا هلا رح نفتح الورق القلاج طبعا ونبلش نشتغل فيه طبعا أنا الورق القلاج أو ورق البقلاوة طبعا أنا بجيبه من عند العربي هو متواجد في المحلات العربية والنوعية هي صراحة نوعية كثير منيحة يعني مش ناشفة وهيك حلوة يعني إننا نشتغل فيها وما بتتكسر طبعا هلا رح أجيب لفتين وركتين من الورق القلاج رشة بسيطة من الزبدة كنت مسايحة إصبع زبدة بالمايكرويف ورح أضيف عليهم أعملهم بشكل طول طبعا بنضيف الحشوة بهذا الشكل وبنبربها بنلفها طبعا ندهن الصينية أو الباريكس اللي بدنا نشويهم فيه بشوية زبدة أو سمنة وبنحطهم بالباريكس بهذا الشكل طبعا أنا بتعامل بالزبدة والزيت أكثر من السمنة صراحة السمنة بس أكثر شي بتعامل فيها للحلويات بحب سبحان الله خلاص بحب أطبخ بالزيت الزيتون والزيت النباتي والزبدة الحيوانية اللي هي بتكون الريل بطر طبعا غير مهدرجة بس فيه ناس بحبو يستخدم السمنة عادي فيهم يستخدم السمنة نفس الشي برضو بنحط الجبنة أو السبانخ بهذا الشكل طبعا فيكم تحشوها حشوة أي حشوة هاي الطريقة بلحمة مع بصل وفليفلة ملونة أو خضار أو مثلا خضار مع جبنة أي شي فيكم تحشوها أو جبنة لحالها أنه عين ثلاث من الأجبان طبعا حسب زوقكم رشيتها بشوية زبدة على الوجه وضفت عليها شوية سمسم محمص طبعا رح أغطيها وأتركها على الجنب لأن هاي ما بتأخذ وقت كثير في الفرن يعني من عشرين دكيكة لنص ساعة بتكون مستوية بتكون وجهها محمر طبعا هون هلا بدنا نحضر لتطبيلة تاعة البريانة اللي رح نوضعها على الوجه ونزين فيه سدر البريانة رح أجيب هون شعرية تقريبا اثنين كوب من الشعرية رح أحمصهم بزيت نباتي لبينما ياخدوا معايا الشكل الذهبي أنا أخذوا الشكل الذهبي حبايب يسمحوني إذا الفيديو كان طويل عن المعتاد لأنه طبعا العزومة دايما طبعا أنا اختصرت الفيديو كثير كان ساعتين مدة التصوير واختصرت لكم يا تقريبا لحوالي ثلاث ثلاثين دقيقة هون بعد ما تحمصت الشعرية ضفت عليها شوية من الماي لأنا بدي إياها تتفلفل شوية هيك مثل الرز إشي بسيط وضفنا هون تكريبا باكتين بازيلا وجزر عندي مفرز ضفتهم عليهم بدي يتكرملوا يعني ياخدوا استواء مع الشعرية ضفت عليهم هان ماي علشان بدي إياهم يستووا مع الشعرية فيكم تضيفوا إذا عندكم شوربة دجاج أو لحمة اضيفوا عليهم أنا ضفت هنا ماي بنخلطهم مع بعض بهاي الطريقة ورح اضيف عليهم معلقة سكر هون ضفت معلقة سكر بيعطي بيعطيها كرملاء وطعام كثير حلو وكمان برضو فيكم تجيبوا حبتين بطاطا تقطعوهم وكعبات صغيرة وتكلوها برضو بنزين فيها البرياني بس أنا المرة ما ضفت البطاطا بس هو الوصفة فيها يعني نوع الخضار البطاطا المقطعة بنشوحها بالزيت بنكليها وبرضو بنزين فيها فوق الرز طبعا مع اللحمة مع فوق الشعرية والبزيلة والجزر طبعا رح اتركو ميستوه هلا هلا طبعا رح نحضر شوية عصير طبعا أنا عملت عصير فيمتو وعصرنا عصير جزار عشان ما اطول عليكم الفيديو طبعا تركتهم على جنب رح اعمل عصير لامون مع برتقال ضفت هنا مية تقريبا كاسة مية ضفت لها ثلاث ملاعق من السكر الحبيبات رح اعصر حوالي اربع حبات من اللامون ثلاث حبات من البرتقال واضيفهم واضيف عليهم كمان شوية من الماء وهيك بصير عندي عصير ليمون طازة جدا كان لذيذ والاولاد حبوه طبعا بالنسبة للعصير انتو بتجهزوا العصير اللي بدكم اياها بس طبعا برمضان بعد الافطار الكل هيك بحب انو يشرب عصير طازة طبعا عصير البرتقال والليمون طازة والجزر طازة عصرت على العصارة بس الفيمته طبعا حلناه الفيمته مركز حليته بشوية بالمية وضفت له ملعقتين سكر طبعا هاي الخضار عندي جزر كوسة وبطاطا كوسة اخضر كوسة اصفر وبطاطا وجزر حتيت عليهم رشة من الملح رح اوضع رشة من الفلفل الاسود ورشة من الزعتر الناشف وطبعا رشة زيت سيتون وحطهم بالفرن رح نزين فيهم البريانة عملت برضو كولسلو الملفوف الاحمر ضفت له نص علبة من الدرة وبرشت له كمان جزرة كبيرة ضفت هنا ثلاث ملاعق من اللبن ثلاث ملاعق من الميونيز رح اضيف له كمان ملعقتين من السكر ملعقة من الخل واخلطه وهيك سلطة الكولسلو بتكون عنا جاهزة ورح اتركها بالثلاجة عملت كمان سمبوسة ما ورجيت تصوير الحشوة والسمبوسة لاني عملتها معاك وكذا دور علشان ما اطول عليكم الفيديو فعملتها برضو وتركتها على جانب رح اكليها برضو اقدمها هلأ هنا بدنا انجهز للرز تكريبا قبل الافطار بساعة جبت تنجرة ضفت فيها زيت نباتي وضفت لها بصلة كبيرة مقطعة مفرومة ناعم ضفت لها ثلاث حبات من الفلفل الحار حب الهيل الكبابة الصيني ورق الغار رح اضيف كمان حبتين او ثلاث من اللومي اللومي دايما اعملوا فيه فتحة لما اضيفوه علشان نستخرج الطعم منه لان اذا ما اعملنا فيه فتحة كل الطعم اللي جوه طبعا انسعب انه يطلع لبرا فهيك بهاي الطريقة بتعملوا فيه فتحة علشان نستخرج الطعم منه بيطلع اطيب ضفت هون كمان عود كرفة فيكم تضيفوه كمان شوية من الكرنفول اذا بتحبوه اكمن حبه طبعا ما شاء الله جدا الروائح كلبة البيت كلب يعني ما تتصوره ريحة البهارات الصحيحة جدا جدا رائعة وشهية طبعا حسيتهم شوية لبين ما طلعت ريحتهم بالبيت وبعدين ضفت هون عندي رز البسمتي طبعا كنت ناكعة تقريبا خمس كاسات ضفتهم ومن نفس التتبيلة اللي تبلنا فيها تتبيلة البرياني اللحمة تركت شوي على جنيب تقريبا مقدار ملعقة كبيرة اضفتها على الرز بيعطى الرز طعم جدا رائع حركتهم مع بعض وهلا طبعا راح اضيف الماء واترك الرز يستوي براحته طبعا كابل ما يستوي بخمس دكايك راح اضيف له اضيف له اللي هو بودرة الزعفران وطبعا بودرة غروب الشمس مشان يعطيه ياخد الرز لون طبعا طبقت الرز هلا هاي الاثناء بدي اوضع البريك طبعا عملتولي تشريبة اللي هي عبارة عن بيضة وكاسة حليب نص كاسة زيت رشا من الفلفل اسود رشا من الملح رح ارشرب فيهم صنية القلاج او البريك التركي واوضعهم بالفرن يستوي لانه خلص هلا دا الساعة على موعد الافطار لازم انشهز كل اشي ونرتب صفر اثناء طبعا طبقتهم ضفت التشريبة وضفت كمان شوية من حبت البركة عليهم مش متواجدة عندكم ما تضيفوا طبعا الزينة بترجع لكم حطيتهم بالفرن هنا اللي في خادة جاج برضو كانوا تكريبا قربوا على الاستواء طبعا حطيتهم بالفرن اول شويتهم على درجة حرارة 400 فرنهايت وهنا عملت لهم تتبيل تبهارات مع دبس الفلفل وزيت الزيتون ودهنت الوجه طبعا علشان ياخذ لهم حلو وطعم حلو رح احطهم هلا تحت الشوايا لانهم هم مستويين بس بدي ايهم يتحمروا وهيك بصيروا عند جاهزين طبعا هون كل شي استوى هلا موعد التطبيق الاكل وانا نجهز يعني ان نصفه على السفراء الرز عندي شوفوا ما احلى الوانه طعمه بشه كان فردته بالصنية هاي او بالسدر طبعا وطبعا هلا اللحمة عنا استوى ما شاء الله رحت اللحمة مع البهارات لضفتها عليها بتجنن بنصحكم تتبعوا هاي الطريقة جدا جدا رح تحبوها وتحية لأهل العراق فعلا هذا الطبق انا حبيته كثير كثير وحبناه وجدا طعمه شهي هون بلشت اصف باللحمة طبعا بالنسبة لللحمة في ناس بحكوا احنا اللحمة غالية غلاء معيشة وما فينا نعملوا بلحمة اعملوا بجاج اعملوا بجاج حطوا نفس البهارات اللي حطيتها على اللحمة وطبقوا البريانة بالدجاج بيطلع كثير برضو طيب صفينا هون الشعرية مع الجزار والبازيلا وصفينا الخضار الشوانائها برضو زينا فيها الطبق طبعا هون صاحبيت اللي رضي عليها طبعا ضيف ووصلوا كلة اللوز والزبيب ورح نبلش نزين فيه الزبيب ما حطيته على السدر عشان ولادي ما بيحبوا الزبيب على الروز برضو بس اكتفينا بالمكسرات هالمرة حكت لهم يعني لازم اضيف لضيوف المكسرات فتركت الزبيب على جنب بس برضو للمحبين الزبيب فيكم زي نوء الطبق باللزبيب هاي كانت صفرتنا وكان افطارنا الحمدلله انبسطنا كثير كثير في ضيوفنا وكانت ليلة وصهرة كثير حلوة طبعا في صاحبيتي حملتك طايف هون فقرة الجلي شوفوا ما وراء الكواليس شوفوا الدمار بعد الافطار كيف المطبخ بيكون طبعا هون حطينا الجلي السحون والكسات وهذا كله والمعالك بالجلاية طبعا الجلاية ما اخذت كل الجلي يعني الجلي كثير بيطلع اطباك كثيرة وكثير طبعا طبعا نضفنا وجليني كل اشي هلا بدي انضف هون الغاز طبعا الغاز ما شاء الله رهيب طبعا طول اليوم هو مولع ومن طبق لطبق من ميكلة لميكلة طبعا شغالين عليه الله يعينه عندي غادة الدواء منظف للأفران وللغازات ورشيت منه نكعته خمس دكايق هون بلشت انضف بالغاز طبعا طبعا اهم شي لو كل المطبخ نضيف اذا غازك مش نضيف يعني بست البيت ما بتعرف تنام يعني انا منه علي لازم الغاز اهم شي انه يكون نضيف بالمطبخ هيك ما بتهملوهم طبعا نضفنا ولما عناه منيح منيح هناك نسيت احط العين هلا رح احطها ولما عنا الشواية ومشاء الله ساريل مع مثل التلج هلا رح ورجيكم طبعا المطبخ بعد التنظيف كيف افرك معانا بتمنى انه فيديو اليوم يكون عجبكم مش تمتعتوا فيه بتمنى انه ما يكون طويل عليكم بس انا حب اول مرة بنزلت لكم فقرة الجلي وفقرة ما وراء الكواليس حبيت اورجيكم برضو احنا صحيح شاطرين وحلوين ومعدلين بس برضو بيتكركب معانا الاشي لما بنشتغل بس الحمد لله بننظف وبرتب طبعا وهذا ما تبقى من الاكل طبعا ضليت للساعة ثنتين اللي خلصت والحمد لله نمت والمطبخ مثل الثلج كنست كمان ومساحات والحمد لله رب العالمين حبيبا استنوني بوصفات جديدة بفيديوهات جديدة طبعا هيك بعد ما نظفنا تشوفوا ما احلى النظافة ما احلى الترتيب طبعا ضبيت كل الجلي كل ييتو والجلي اللي بتدشواش رنجلة وتنظف طبعا وشكرا للكم وباي باي